في خطوة غير مسبوقة تنم عن الضعف الكبير في فهم قواعد التجارة قامت الشركة لاكوست الفرنسية المتخصصة في خياطة الملابس الجاهزة بطرح قمسان للبيع تحتوي على خريطة غير كاملة للمملكة المغربية واتدى حجليا أن الشركة الفرنسية دخلت على خط الأزمة الفرنسية إذ لم يسبق لها القيام بإنتاج أقمسة دون خريطة المغرب كاملة والجلي في الأمر أن الشركة اختارت هذا الوقت بالضبط في محاولة منها لإظهار فرنسيتها بينما الأصح أن تبقى بعيدة كل البعد عن هذا الموضوع على اعتبار أن المغاربة كثيرا ما يرتدون كل ماركات لاكوست القضية اتخذت طابعا جديدا لتعدى الدعوات لمقاطعة ماركات لاكوست فيما كشفت منابر إعلامية متفرقة أن وزارة الصناعة والتجارة المغربية تستعد لمنع ترويج هذه القمسان داخل المغرب